لو أستطيع لسخة شعري من ورود اليسامين فنصرته ورداً زهت أنواره أبناء الحاضرين البدر لقى الشمس فيه فلاح وضاء الجبين والبدر وأنتم وكيف لا وأنتم أبناء الغاليين أبناء وبنات طلاب وطالبات الصف الخامس أهلاً ومرحباً بكم على بنصة البس المباشر بالوزارة ودرساً جديداً من دروس الرياضيات أصحابكم في رحلتكم الأستاذ محمد ناجي معلم الرياضيات ومدرب النظام الجديد وسفير التغيير ومدرب الإدارة الحديثة بمحافظة بن سويف ودرس اليوم بعنوان اتحاد مجموعتين إن شاء الله مع نهاية هذا الدرس هنتعرف مفهوم اتحاد مجموعتين وهنحل مساء المتنوعة على اتحاد المجموعتين إحنا خذنا يا أولاد حصة ماضية تقاطع المجموعتين وعرفنا أن التقاطع هو العناصر المشتركة الموجودة في المجموعتين نفكركم بها كده على السريع لو أنا أعطيك المجموعة سين عبارة عن واحد واثنين وتلاتة تمام ولادنا الشطار بعد أجاب ومرافوا عليكم والمجموعة سات بتساوي يعني أنا أعطيك المجموعة سين بواحد واثنين وتلاتة والمجموعة سات باثنين وأربعة وخمسة وقال لي اوجد سين تقاطع سات قلنا الرمز ده معناه تقاطع اللي وجهه الأسفل ده معناه تقاطع والتقاطع يا أولادي عن العناصر المشتركة الموجودة في المجموعتين لو إحنا جبنا العناصر المشتركة الموجودة في المجموعتين تعال نبصع معها هل هنا في واحد في العناصر في المجموعة سين هل في واحد في المجموعة سات تقول لي لأ طيب المجموعة سين فيها كام فيها تنين وأيضا المجموعة سات فيها تنين يبقى إذا الصاد هنا عنصر مشترك موجود في المجموعتين هل في عناصر مشتركة تانية موجودة في المجموعة سين وأيضا مجموعة موجودة في المجموعة صاد تقول لي لأ يبقى إذن ما هو العنصر المشترك الموجود هو فقط الاتنين نفتح قص المجموعة ونكتب داخله اتنين يبقى التقاطع معناها العناصر المشتركة اللي موجودة في المجموعتين النهار ده بقى هناخد مفهوم جديد اسمه الاتحاد اتحاد مجموعتين يا ترى ايه هو الاتحاد اتحاد المجموعتين معناها كل العناصر الموجودة في المجموعتين عناصر السين والصاد يبقى إذن اتحاد مجموعتين هو مجموع كل العناصر الموجودة في المجموعتين وبنعبر عنه بسين اتحاد صاد يبقى الوجهة الأعلى معناها اتحاد واللي كان واجهها الأسفل معناها تقاطع اللي واجهها الأسفل في التقاطع كنت باخد فقط العناصر المشتركة لكن في الاتحاد هاخد جميع العناصر الموجودة في السين والصاد بس خلي بالك العنصر المتكرر هيكتب مرة واحدة فقط طيب ممكن يجي لي يقول لي إيه هكلي سين عناصر سين أو صاد خلي بالك إن أو دي معناها أيضا اتحاد ودي معناها أو يقول لي العناصر التي تنتمي إلى سين فقط أو تنتمي إلى صاد فقط أو تنتمي إلى كليهما فممكن يقول لي اوجد العناصر الاتحاد أو اوجد سين أو صاد عناصر سين أو صاد ودي معناها العناصر التي تنتمي لسين فقط أو صاد فقط أو تنتمي إلى كليهما وأيضا بنعبر عنها بسين اتحاد صاد يبقى ما معنى الاتحاد الاتحاد يا أولاد إن أنا هاخد كل العناصر الموجودة في المجموعتين بس تخلي بالك العنصر المتكرر هيكتب مرة واحدة فقط تبقى ما نجي ناخد أمثلة عشان نقدر نستوعب معنى الاتحاد يقولي أكمل ما يأتي أعطيني المجموعة اثنين والمجموعة أربعة وعايز يوجد إيه أيوة اللي وجهها الأعلى دي اسمها إيه اتحاد خلي بالك من نطق إيه اللفظ بتاع الرمز الرمز ده معنى إيه معنى اتحاد تب والاتحاد يا مستر معنى إيه هاخد كل عناصر المجموعة الأولى وأيضا كل عناصر المجموعة التانية يبقى أنا هضم المجموعتين في قوس واحد بقى هفتح قوس المجموعة وهكتب العنصر الأولين اللي هو اتنين وهعمل الفصلة اللي بتفصل ما بين العناصر وهكتب العنصر التاني اللي هو مين اللي هو الأربعة وهقف القوس المجموعة يبقى إيه المجموعة 2 اتحاد المجموعة 4 هتساوي مجموعة جديدة اسمها 2 و 4 يبقى معنى الاتحاد هو كتابة جميع عناصر المجموعتين يبقى إيه الاتحاد يا أولاد أن أنا هكتب جميع العناصر الموجودة في المجموعة الأولى وأيضا موجودة في المجموعة التانية طيب بسال تاني بيقولني المجموعة واحد وخمسة اتحاد المجموعة واحد وثلاثة طيب هو عايز مين؟ هو عايز الاتحاد الاتحاد وجهه الأعلى الفتحة بتاعت العلان الرمز بتاعي بيبقى الأعلى يبقى دي معاناها ايه؟ معاناها الاتحاد؟ يعني معاناها اكتب ايه؟ هل اكتب فقط العنصر المشترك اللي هو الواحد؟ هقولك لا لو انت كتبت فقط الواحد يبقى انت كده جبت التقاطع مش جبت الاتحاد التقاطع ده اللي هو يبقى الواجه لأسفل لكنها دي وجهها مين لأعلى يبقى دي معناها اتحاد يعني هاخد جميع العناصر الموجودة في المجموعة الأولى وجميع العناصر الموجودة في المجموعة التانية بس خلي بالك العنصر واحد هنا متكرر يبقى يكتب من كم مرة برافو عليك يكتب مرة واحدة فقط يبقى هنكتب الواحد وبعدين هنكتب الواحد تاني لا هنكتب الخمسة تمامي يبقى دي عناصر المجموعة الأولى نكتب بقى عناصر المجموعة التانية الواحد ما انت كتبته ما تكتبوش مرة تانية خلاص احنا كتبناها مرة واحدة فقط وعكده يجي دور مين التلاتة يبقى اذا الاتحاد هنا يدينا مجموعة جديدة اسمها كام يا مستر اسمها واحد وخمسة وتلاتة يا مستر انت مش كاتبهم بالترتيب اقولك الترتيب في طريقة السرد غير مهم احنا خدنا التعبير عن المجموعة بطريقة السرد وقلت لك ان الترتيب غير مهم يبقى احنا كتبنا كل عناصر المجموعة الاولى الواحد والخمسة كتبناهم دينا في المجموعة التانية واحد خلاص ما كتبوش ما انا كتبت خلاص الواحد ما كررش ما احنا قلنا بطريقة السرد لا نكرر العنصر دينا العنصر التاني مين التلاتة مش مكتوب كروح تنزلته يبقى اذا المجموعة الجديدة اسمها واحد وخمسة وتلاتة يبقى دي عناصر المجموعة بتاعت مين بتاع الاتحاد طيب يا مستر لو كان نفس السؤال وقال لي تقاطع يعني قال لي ايه قال لي المجموعة واحد وخمسة بالشكل ده اهي عشان بس نربط لك ما بين المفهومين تقاطع التقاطع وجهه الاسفل تقاطع المجموعة مين الواحد والثلاثة التقاطع بقى اللي هو الوجهه الاسفل ده معناه ايه 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 برافو عليك معناه ان انت تكتب فقط العناصر ايه المشتركة ولادنا الشطار بيكتبوا الاجابات ممتازين جدا يبقى احنا ايه هي العناصر المشتركة راحوا على طول قالوا يا واحد يا مستر هو العنصر المشترك اللي موجود في المجموعتين فروحنا عاملين كوس مجموعة ونكتب الواحد فقط يبقى ايه زل في فر ما بين الاتحاد والتقاطع الاتحاد بكتب كل عناصر المجموعة اللي كتبت الواحد والخمسة والثلاثة في التقاطع بكتب فقط المشترك المشترك ما بينهم كان كام كان الواحد يبقى احنا عين عندنا مين عندنا اتحاد وعندنا ايه تقاطع عندنا اتحاد وعندنا تقاطع خلي بالك التقاطع بيبقى ايه ايوة بيبقى وجهه الهين وجهه الاسفل لكن الاتحاد وجهه ايه وجهه الاعلى يبقى فيه عندي اتحاد وفيه عندي تقاطع دي اسمها اتحاد اللي وجهها الاعلى وبكتب فيها كل العناصر التانية اسمها تقاطع ويبقى وجهها الاسفل طب نشوف السؤال بعد كده بيقول لي اكمل ما يأتي عايز يوجد ايه ايوة ممتازين جدا ولادنا الشطار بيقول له يا مستر هنا عايز الاتحاد الاتحاد يعني اكتب ايه برافو عليكم يبقى انا هكتب كل عناصر المجموعتين فاقول له يساوي وافتح قوس المجموعة بتاعي وابدأ اكتب عناصر المجموعتين اول عنصر عندي مين الواحد يبقى هنزل المجموعة الاولى الواحد وبعدين الفصلة بتاعتي اتنين وبعدين اتناشر وبعدين اتنين فما الاتنين اتكتبت هكتبها تاني يا مستر اقول لك لا اخلي بالك الاتنين مكتوبة ما تكتبهاش ما تكررهاش طو وبعدين اتناشر برضو الاتناشر مكتوبة يا مستر هكتبها تاني اقول لك لا اما احنا اقول له العنصر المتكرر يكتب مرة واحدة وبعدين يجي دور التلاتة يبقى التلاتة هي لا تكتب برافو عليكم يبقى انا كده جبتي ايه جبت الاتحاد يبقى اذا المجموعة واحد واثنين واثناشر اتحاد المجموعة اتنين واثناشر وثلاثة هيديني واحد واثنين واثناشر وثلاثة فبفرد يا مستر روح تكاتب انا واحد واثنين وثلاثة واثناشر غلط اقولك لأ ما احنا قلنا الترتيب غير مهم عبارتك صحيحة كتبتهم بالترتيب ماشي كتبت المجموعة الاولى وبعد كده روح تشايف عناصر المجموعة التانية وكملتها برضو صح الاثنين صح احنا قلنا في طريقة السر الترتيب غير مهم وخلي بالك انا وجدت ان الاثنين دي عنصر مشترك موجود هنا وهنا كتبتهم مرة واحدة وجدت الاثناشر برضو عنصر مشترك موجود في المجموعة الاولى وموجود ايضا في المجموعة التانية برضو كتبتهم مرة واحدة وعلى كده نزلت التلاتة يبقى دي كده ايه؟ يبقى دي مجموعة الاتحاد مجموعة الاتحاد المجموعة الاولى مع المجموعة التانية يبقى في الاتحاد ياولاد بنكتب كل عناصر المجموعتين بس خلي بالك ما بنكررش تعالوا بقى ايه ده؟ دي دي جديدة يا مستر المجموعة واحد وسبعة وستة اتحاد الفاين اه المستر المرة اللي فاتت عالتاني المجموعة مسلا واحد وسبعة وستة بس تقاطع الفان كتبنا ساعدتها ايه برافو عليك كتبنا الناتج فاي يبقى معنى ذلك ان في الاتحاد هكتب فاي يا مستر اقولك لأ في التقاطع بتاخد المجموعة الصغيرة والفاي جزئية من اي مجموعة فاحنا قلنا في القانون او القاعدة اللي خدناها ان فاي طالما جزئية من اي مجموعة يبقى التقاطع يساوي فاي لكن في الاتحاد اقولك لأ لما يبقى عندي مجموعة اتحاد الفاي تكتب المجموعة الكبيرة يبقى يديني مين يبقى يديني الواحد والسبعة والستة انزل المجموعة بتاعتي زي ما هي واحد وسبعة وستة يبقى في اختلاف يا مستر لما نتعامل مع الفاي اثناء التقاطع واثناء الاتحاد انا فكرت مرة تانية ونقولها مرة تانية عشان الولادنا يركزوا فيها الحاجات دي ياولاد هي اللي بتبقى موضح سؤال هي دي اللي بتجي في الامتحاد اكمل هي دي تجي في الامتحاد اختيالي لما يقول لي مجموعة اتحاد الفاي اطلق بطنة هقولك اه طب انا يكتب المجموعة ولا اكتب الفاي انا نسيت انا نسيت اقولك خلي بالك في الاتحاد بتكتب المجموعة الكبيرة طوامين الكبير المجموعة واحد وسبعة وستة ولا المجموعة فاي تقول لي لا المجموعة واحد وسبعة وستة ليه لان عدد عناصرها هنا تلات عناصر الواحد والسبعة والستة لكن الفاي دي مجموعة خالية عدد عناصرها بصفر. يا مستر عدد عناصرها بصفر يعني ايه? يعني لا يوجد عناصر. لا يوجد عناصر. يبقى عدد عناصرها سفر. خلي بالك عشان اجبالك بغضو في الامتحان. عدد عناصر المجموعة الخليها يساوي سفر ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة هاختار سفر. عدد عناصر المجموعة في في بصفر. وبالتالي يبقى الاتحاد بتاخد المجموعة الكبيرة. لان في هنا جزئية من المجموعة دي. الفاي جزئية من المجموعة 1.7.6 يبقى للمجموعة 1.7 اتحاد الفي يدين المجموعة 1.7 طيب ما تياقى فكرك لو نفس المجموعة بس كان قيل إيه التقاطع يعني يقول لي كده المجموعة 1.7.6 بالشكل ده وقال لي بقى تقاطع ما قاليش اتحاد الوجهة الأسفل تقاطع مين تقاطع الفي بشكل ده هقول له يسوي ايه براضو على اولادنا بيقولول يا مستر لو كان عايز التحاد هكتب المجموعة الكبيرة الواحد والسبعة والستة لكن لو كان عايز تقاطع يبقى يسوي فاي ليا المجموعة الصغيرة يبقى لما يكون عندي مجموعة جزئية من مجموعة وعايز التقاطع خد الصغيرة ولو كان عايز الاتحاد يبقى الاتحاد في المجموعة الكبيرة إيه دي قاعدة يا مثل أنا أقولك أيها دي قاعدة لما يبقى عندي مجموعة السين مثلا جزئية من المجموعة صاد يقول لي إذا كان في الامتحاد سين جزئية من صاد فإن السين تقاطع الصاد وعايز التقاطع وكان مين جزئية السين هي الجزئية يعني السين هي الصغيرة يبقى التقاطع ويساوي السين طيب لو كان عايز الاتحاد يبقى الاتحاد بيساوي صاد المجموعة الكبيرة يبقى لما يبقى عندي مجموعة جزئية من مجموعة وعايز التقاطع يبقى التقاطع في المجموعة الصغيرة ولو كان عايز الاتحاد الاتحاد يبقى في المجموعة الكبيرة يبقى هنا بالنسبة للفاي لما يعوز مجموعة اتحاد الفاي يبقى تكتب المجموعة الكبيرة اللي هي المجموعة اللي موجودة عندك الواحد والسبعة والستة ولو كان عايز التقاطع تروح كاتب الفاي على طول باستخدام شكل فن عطيني شكل فن وقلنا مين هو فن ده ده عالم قال احنا نقدر نمثل المجموعات بشكل هندسي ونكتب العنصر ونكتب قبل حرف الاكس او نقطة فعطيني المجموعة سين يبقى الدائرة دي يسمى مجموعة السين فيها كام فيها الواحد والاثنين والثلاثة والاربعة الدائرة دي هي مجموعة الصاد فيها كام اثنين وثلاثة وخمسة وسبعة مجموعة العين فيها كام فيها الثلاثة والخمسة والاربعة والسبعة طيب هو عايز ايه اول حاجة عايز سين اتحاد صاد يعني الاتحاد يعني اكتب كل عناصر السين وكل عناصر الصاد طيب ما تيجي يا مثلا نحوط او نظل عناصر السين ادي الدائرة السين اللي باللون الاصفر يبقى ايزا اللي باللون الاصفر دي هي دائرة مين هي دائرة السين يبقى الدائرة فيها كام بقى من عناصر السين هتقول لي واحد واثنين وثلاثة واربعة أقول لك ممتاز تبا دي دائرة مين؟ دي دائرة السين طيب تعالي نعمل دائرة الصاد بلون تاني أهي دائرة الصاد هتبقى باللون الأخضر إيه دا يا مستر؟ ده في عناصر مشتركة أقول لك ممتاز مين العنصر المشترك اللي موجود في المجموعتين؟ اللي جاء علي للنول الأصفر واللون الأخضر برافو عليك الاثنين والثلاثة طيب والمجموعة عين؟ تعالي نعملها بلون تاني بالشكل دا نعمله أزرق مثلا يبقى اللي باللون الأزرق دي مجموعة العين فيها كام؟ فيها ثلاثة وخمسة وإيه؟ أيوة برافو عليك واربعة تمام والستة يبقى دي المجموعة اللي باللون الأزرق طيب هو عايز إيه؟ أول حاجة هو عايز يجيب سين اتحاد صاد يبقى كتب المشترك يا مستر اتنين وتلاثة أقول لك لا يبقى أنت كده جبت التقاطع الاتحاد اتحاد يعني تكتب كل عناصر السين وكل عناصر الصاد يعني تكتب كل الدائرة اللي باللون الأصفر وكل الدائرة اللي باللون الأخضر يبقى نقول له يساوي نقول له يساوي يلا اكتبوا معنا شطار ولادنا بدأ يسبقوني يكتبوا الإجابات برافو عليكم ممتازين جدا يبقى أنا أول حاجة هنصر عندي كام؟ الواحد في المجموعة سين وبعدين اتنين ممتازين وبعدين التلاتة الشطار جدا وبعدين الأربعة يكمل بقى دائرة الصاد لأنا كتبت الاتنين والتلاتة خلاص مش هكتبهم مرة تانية أكتب بقى العنصرين الموجود في الصاد زيادة مين ومين؟ الخامسة والسبعة يبقى الخامسة وسبعة يبقى أنا كده كتبت إيه؟ كتبت سين اتحاد الصاد فالسؤال اللي بعد كده يقول له هاتلي سين اتحاد العين يبقى أنا هكتب إيه؟ يبقى أنا هكتب كل عناصر السين برافو عليكم وكل عناصر العين يلا مين يكتب لعناصر السين والعين؟ يلا كتبوها معايا بسرعة يبقى أول حاجة مين؟ الواحد ممتازين وبعدين اتنين يبقى دي دائرة السين وبعد كده تلاتة وبعدين موجود كمان في دائرة السين أكمل بقى اللي خارج دائرة الايه؟ السين وموجود في دائرة العين هو كم وكم؟ الخامسة والستة يبقى أنا هكتب عناصر السين والصاد السين والعين يبقى الخامسة والستة يبقى أنا كده جبت الاتحاد يعني كتبت كل العناصر اللي موجودة في المجموعتين سين وعين تب السؤال اللي بعد كده تقاتلي بقى صاد وعين يبقى الدائرة اللي بالأخضر والدائرة اللي بالأزرق دائرة الصاد ودائرة العين يبقى نبقى نكتب ايه؟ كل العناصر الموجودة في المجموعة صاد وعين يبقى نشوف مع بعض نبقى مجموعة الصاد فيها كام؟ فيها اتنين يبقى أنا هكتب اتنين وبعدين فيها تلاتة يبقى أنا هكتب التلاتة يبقى كتبت الاتنين وبعدين هكتب التلاتة وبعدين بعد الثلاثة هكتب كام برافو عليكم هكتب الخمسة وبعدين هكتب السبعة كده أنا كتبت دائرة الصاد هشوف أدارة العين فيها كام فيها ثلاثة وخمسة واربعة وستة ما الثلاثة والخمسة أنا كتبتهم يبقى فاضل لي مين فاضل الأربعة والستة يبقى هنفتح نعمل الفصلة برافو عليكم لازم نعمل نفس ما بين كل عنصر وعنصر يبقى عندي الأربعة وعندي مين وعندي الستة يبقى أنا كتبت كل عناصر مين الصاد والعين تب السؤال اللي بعد كده هل بيقول لي بقى هكتبقى ده إيه السين اتحاد صاد اتحاد عين أيوة برافو عليكم يبقى أنا هكتب كل العناصر الموجودة أمين لأنه عايز السين اتحاد صاد اتحاد عين يبقى أنا هكتب كل العناصر دي يبقى أنا هكتب قوس المجموع بتاعي بالشكل ده وهبدأ أكتب كل العناصر أول عنصر عندي كام؟ الواحد برافو عليك يبقى كتبت الواحد يبقى بدأت بدالة السين وبعد كده الاتنين وبعد كده التلاتة وبعد كده الأربعة وبعد كده الخامسة ممتازين أولادنا الشطار وبعد الخامسة أيوة الستة وبعد كده السبعة ها كتبت الواحد والاتنين والثلاتة والأربعة والخامسة والستة والسبعة يبقى أنا كده كتبت سين اتحاد صاد اتحاد عين يعني كتبت كل العناصر الموجودة في الثلاث مجموعات السؤال بعد كده يقول لي أكمل ما يأتي لو أنا أعطيك المجموعة خمسة وتسعة وتلاتة اتحاد المجموعة سبعة واربعة وتلاتة عايز أجيب الاتحاد ما بين المجموعتين أيوة يبقى برافو عليك يعني كتب بس التلاتة المشتركة أقول لك لا التلاتة المشتركة دي لو كان قال لي تقاطع اللي هي بيبقى الوجهها الأسفل لكن دي وجهها فين؟ وجهها الأعلى يبقى أسمعها ايه؟ يبقى أسمعها اتحاد يقول ليه ايه؟ الاتحاد بيعمل ايه؟ أيوة. فاكتب كل عناصر المجموعتين. العناصر الموجودة في المجموعة الأولى مع العناصر الموجودة في المجموعة التانية. يبقى قوله ايه? اقوله يساوي. اكتبهم بدون قص مجموعة يا مستر. اقول لك لا. خلي بالك. المجموعة يعني لازم تبقى محصورة ما بين قصين. اسمهم قص المجموعة. يبقى ناكتب اول عنصر عندي مين? الخامسة. يبقى اول الحاجة عندي خامسة. وبعدين الفاصلة. التسعة. روغوا عليكم. ولدنا بيكتبوا معايا شطار. وبعد كده التلاتة. وبعدين الفاصلة. السبعة يا مستر. هكتبها طبعا لان السبعة ما كتبتهاش. يبقى السبعة تكتب. الاربعة برضو ما كتبتهاش. يبقى اعمل في فاصلة. وهكتب الأربعة. التلاتة يا مستر. اقول لك لا التلاتة تكتب. يتيبها ما تكررش. تقفد قص المجموعة بتاعك. يبقى انت كده كتبت بطريقة الايه? بطريقة الساب الاتحاد. يبقى انا كتبت العناصر الاتحاد بتاعتي. يبقى كتبت كل عناصر المجموعة الاولى وعناصر المجموعة التانية. طيب نيجي مثال تاني. بيقول لي ايه? بيقول لي المجموعة خمسة وصفر وسبعة. اتحاد المجموعة سفر وتسعة واحد. الاتحاد هعمل ايه? ايوة ولادنا الشطار بقالوا يا مستر خلاص احنا ايه? استوعبنا. في الاتحاد بنعمل ايه? ايوة? بنكتب كل عناصر المجموعة تين. يبقى انا عندي مين? عندي الخامسة. يبقى اول عنصر عندي الخامسة هكتب خامسة. وبعدين هعمل الفاصلة. واكتب السفر. برافو عليكم. بالشكل ده. واعمل الفاصلة. واكتب السبعة. ممتازين. واعمل الفاصلة. السفر انا كتبته ما اكررش العنصر خلاص. يجي دور مين? يجي دور التسعة. يبقى هكتب تسعة. وبعد كده هعمل الفاصلة. وبعد كده هنزل مين? هنزل الواحد. وهقفل كوصل ايه? المجموعة بتاعي. يبقى انا كده كتبت كل عناصر المشتركة الموجودة هنا وهنا? ولا كتبت كل العناصر? ايوة. كتبت كل العناصر. لان انا عايز الاتحاد. خلي بالك. المشترك ده لما قولك هكت التقاطر. تمام? السؤال اللي بعد كده. بيقول للمجموعة اتحاد الواحد والتلاتة والايه? والسفر. اه مين من الشطار يقول لي? ايوة. برافو عليكم. لو جال اختياري. وقال للمجموعة اتحاد المجموعة واحد وتلاتة وسفر. هكتب ايه? هاختر ايه? الفايل? ولا المجموعة واحد وتلاتة وسفر? ممتاز. هاختر المجموعة واحد وتلاتة وسفر. نحن قلنا ان الفايل هي جزئية من المجموعة دي وفي الاتحاد بكتب المجموعة الكبيرة يبقى هكتب الواحد والتلاتة والسبل يبقى الاجابة بتاعتي يا مستر هتديك كام ايوه برافو عليك يبقى يديني الواحد ويديني التلاتة ويديني كمان السفل يبقى انا جبت ليه الاتحاد ما بين الفايل والمجموعة امتازين جدا يبقى ايزا نخلي بالنا لما يبقى مع المجموعة لو عايز اتحاد تكتب المجموعة ولو عايز التقاطع هتكتب الفايل طب السؤال بعد كده اوغط قيمة سين عايزين يشوف سين عشان تبقى العبارة دي صحيحة طب تعالوا نشوفها بيقول ايه يقول المجموعة اتنين واربعة وثلاتة اتحاد المجموعة سين وخمسة واثنين طب يعني اتحاد يعني يا مستر هكتب كل العناصر دي طب تمام تعالوا نكتبها فوق منها يلا هنفتح قوس المجموعة فوق اهو ونكتب كل العناصر الموجودة عند ينين اللي اتنين يبقى انا اكتب اتنين وبعدين الاربعة ممتاز وبعد كده التلاتة شاطر وبعد كده السين يا مستر صح اكتب السين برافو عليك فاصلة وبعدين الخامسة وبعدين اللي اتنين انا كتبت الاتنين قبل كده يبقى في القوس المجموعة ممتاز يبقى ايزا انت كنت جبت الاتحاد يبقى المجموعة انت جبتها دي اللي اتنين واربعة وثلاثة وثلاثين وخمسة هتساوي المجموعة دي. طب احنا في تساوي مجموعتين يعني ايه? يعني كل العناصر الموجودة هنا موجودة في المجموعة التانية. طب ما تيجي نشوف العناصر ونبدأ نشاول عليهم. هنا كام? هتقول لي هنا اتنين. تمام هنا في اتنين. تمام? نعملها بالخط العريض. عشان ولادنا يستمع ونستعبوها. نعملها باللون الاصفر كده. اهي? هنا في اتنين يا مستر. وهنا في اتنين. طب زي بعض. هنا في اربعة. وهنا في اربعة. تمام? هنا في تلاتة. وهنا في تلاتة. ممتاز. هنا في خمسة. وهنا في ايه? خمسة. يبقى من الرقم اللي ناقص? آه ناقص التسعة ما خدتاش يا مستر برافو عليك. يبقى السين دي هتساوي كم؟ هتساوي تسعة. يبقى السين بتاحتي هتساوي كم؟ هتساوي تسعة. ممتعة. يبقى أنا كده هكتب كده السين. هتساوي تسعة عشان يبقى المجموع Новيك بتعطي متساويتين. يبقى إيئ�� أنا حلتها كيف؟ أول حاجة جيبت الإتحاد يقول لي المجموعة دي اتحاد المجموعة دي بيساوي المجموعة. ده ما عمل إيه؟ مملك . ممكن يا اتنين. هنا في اربعة و هنا في اربعة. هنا في تلاتة و هنا في تلاتة. هنا في خمسة و هنا في خمسة. هنا في اتنين و هنا في اتنين. يبقى من العنصر الزيادة? التسعة. يبقى السين دي اشيلها وقت ما كانها تسعة. عشان يبقى المجموعة دي اتحاد المجموعة دي يدين ايه? المجموعة الجديدة بتاعتي. يبقى انا كده جيبت قيمة السين. طب واحدة تانية. بيقول لي هات لي ايه? مجموعة تنضم? بيساوي المجموعة دي. ما تيجي نجيب الاتحاد زي ما تعلمنا. يلا نكتبها فوق منها. هفتح قوس مجموعة هو. واجيب الاتحاد. الاتحاد بعمل ايه? بكتب كل عناصر المجموعتين. يلا نكتب كل عناصر المجموعتين. اول عنصر عندي كانت اتنين. يبقى انا اكتب اتنين. فاصلة. وبعدين الخامسة. فاصلة. التلاتة. فاصلة. الواحد. فاصلة. الاربعة. الاتنين مكتوبة قبل كده. ما بنكررش. يبقى انا هقفل قوس المجموعة. طيب المجموعة جديدة دي بتساوي المجموعة دي. تعني عملها بقى بقى الم ايه? التزليل بتاعنا. اللي خدته عريض ده. انا عندي هنا كام? عندي هنا اتنين. طبعا هنا في اتنين. هنا عندي خمسة. هنا في خمسة. اهيه في الاخر. هنا في تلاتة. هنا برضو في تلاتة. هنا في اربعة. هنا في واحد. هنا في واحد. هنا في اربعة. هنا مفيش. يبقى السين دي تتشال. ويكتب مكانها كام? اللي بيسويها اربعة. لان انا بقول المجموعة الاولى بتساوي المجموعة التانية. يبقى انا قدرت اجيب كمتة السين ولا ما قدرت اجيب قيمة السين. يبقى السين بتاعتي هتساوي اربعة. يبقى السين كده هتساوي كام? هتساوي اربعة. يبقى انا عرفت اجيب كمت السين يا ميستر? عرفت اجيب كمت السين? بان انا حليت المسألة بتاعتي. دب ما نيجي نشوف سؤال تاني. بيقول لي اكمل ما يأتي. المجموعة صاد? اتحاد الفاي. المجموعة صاد اتحاد مين? الفاي. اه. قال لما ييجي مجموعة اتحاد الفاي اكتب مين? اكتب الفاي ولا اكتب المجموعة? برافو عليك. يبقى انا اكتب المجموعة يبقى بيساوي الصاد. يبقى بيساوي صاد. يبقى اي ازلن? اتحاد اي حاجة? تكتب المجموعة اللي موجودة مع الفاي. يبقى صاد اتحاد فاي? يساوي صاد. لو قال لي سين اتحاد فاي? اقول له بسين. عين اتحاد فاي? اقول له عين. ليه? لان الاتحاد بيبقى في المجموعة الكبيرة. الفاي دي مجموعة خالية. لكن لو كان عايز تكاطع. كنت قلت له فاي. يبقى خلي بنا من المعلومة دي يا ولاد ركزوا فيها شوي. تمام. لو قال المجموعة اتنين وثلاثة وخمسة اتحاد. المجموعة اتنين وسبعة وخمسة. اقول له يساوي. انا عايز مين? انا عايز الاتحاد. في الاتحاد اعمل ايه? بكتب كل عناصر المجموعة الاولى لا مع عناصر المجموعة التانية. الاتحاد يعني اكتب كل المجموعتين. عناصر كل المجموعتين. يبقى انا عندي اول عنصر كام اتنين. يبقى اكتب اتنين. يبقى انا هنزل اتنين. وبعدين هعمل الفاصلة. يجي مين? يجي دور التلاتة. يبقى تلاتة. الفاصلة. يجي دور مين? دور الخامسة. بالشكل ده. الفاصلة. الاتنين انا كتبتها خلاص ما اقررش. يجي دور السبعة. تتكتب السبعة. الخامسة كتبناها خلاص. هقف القوس المجموعة. يبقى انا كده اجبت الايه? الاتحاد. انا كده اجبت الاتحاد. طيب السؤال بعد كده. يقول لي خلي بالك. لاحظ معايا. سين اتحاد سين. يبقى دين مجموعة سين. معناها ايه? ان اي مجموعة اتحاد نفسها يطلع المجموعة سين. وايضا سين تقاطع سين يسوي سين. يبقى سواء اتحاد او تقاطع اي مجموعة مع نفسها في الاتحاد تطلع نفس المجموعة. وفي التقاطع ايضا تطلع نفس المجموعة. يبقى سين اتحاد سين يسوي سين. وسين تقاطع سين يسوي سين. يعني لو قال لي كده يا مستر صاد بدل مغاية حرف السين ده قال لي صاد وقال لي كده صاد اتحاد صاد اتحاد صاد اقول له يساوي يا مستر رفع عليك اقول له يساوي صاد تب افرض يا مستر ما قاليش اتحاد قال لي تقاطع قال لي كده سين تقاطع سين يساوي ايه برافو عليك يساوي سين برد يبقى سواء اتحاد او تقاطع اي مجموعة مع نفسها يطلع نفس المجموعة يطلع نفس المجموعة طيب لو قال لي سين جزئية خلي بالك ان السين بتبقى جزء من الاتحاد ليه جزء من الاتحاد لان انت في الاتحاد بتكتب كل العناصر في الاتحاد بتكتب كل عناصر المجموعة فالمجموعة عندك سين اتحاد صاد. يبقى سين اتكتبت ولا ما اتكتبتش. يقول لك ايوة كتبنا احنا في المسائل اللي فاتت كنت بكتب عناصر السين وبعد كده بتكمل بعناصر الصاد الغير مشتركة. وبالتالي تبقى سين دي جزئية من الاتحاد. وايضا صاد جزئية من الاتحاد. يبقى ايزا سين لما يجي في الامتحان. او يقول لسين نقط السين اتحاد صاد. او يختار جزئية ولا ليست جزئية ولا ينتمي ولا لا ينتمي. اقول لأ جزئية. ليه جزئية? لان دي مجموعة والمجموعة بناخد معها جزئية ولايست جزئية. لكن ينتمي ولا ينتمي ده بتاع عناصر. طب لو قال لي صاد اقول له برضو جزئية. يبقى السين او الصاد هي جزئية من ايه? من مجموعة الاتحاد. طيب. خلي بالك لما يبقى سين جزئية من صاد. وعايز مين? وعايز الاتحاد. يبقى ايزا الاتحاد يبقى في المجموعة الكبيرة. طب ومين الكبير? اللي قابل حرف الجزئية ولا اللي بعديه. اقول لك لا اللي بعدي رمز الجزئية صاد. لان السين جزء من صاد. يعني الزرق مثل. طب ما سنالف شكل فين. معناها ان الصاد هي المجموعة الكبيرة. اهي. يبقى دي المجموعة صاد. يبقى دي المجموعة صاد. وداخل منها المجموعة سين. وجواها المجموعة سين. يبقى ايزا الصاد جزئية من السين. طب نعملها برا. يبقى ايزا يبقى اللي جوا ده هي المجموعة الصغيرة. اللي هي باللون الاحمر دي. المجموعة السين دي هي المجموعة صغيرة. المجموعة سين دي المجموعة الايه اللي صغيرة هي باللون الاحمر. والمجموعة الكبيرة هي الصاد. طيب انا كنت عايز ايه? انا كنت عايز الاتحاد. يبقى الاتحاد تاخد المجموعة الكبيرة. اللي هي مجموعة الصاد. طب لو عايز التقاطع. يبقى كنت خدت المجموعة الصغيرة اللي هي الصاد. يبقى خلي بالي. انا في الجزئية لما يقول لي صاد جزئية من صاد. وكان الاتحاد تكتب له المجموعة الكبيرة اللي يا سين اتحاد صاد ولو كان عايز التقاطع كنت كتبتله المجموعة الصغيرة يعني لو كان قال لي كده سين تقاطع الصاد كنت قلت له تساوي سين الى المجموعة الصغيرة يبقى خلي بالك لما يبقى عندي سين جزئية من صاد يعني سين اي مجموعة جزئية من مجموعة يعني جزئية يعني في مجموعة كبيرة بتحتوي مجموعة صغيرة بداخلها وكان عايز الاتحاد اقول له تساوي المجموعة الكبيرة لو عايز التقاطع اقول له تساوي المجموعة الصغيرة يبقى انا في فر ما بين الاتحاد ومين والتقاطع في فر ما بين الاتحاد والتقاطع في الاتحاد باخد المجموعة الكبيرة في التقاطع باخد المجموعة الصغيرة اخلي بالي من المعلومات دي. المعلومات دي مهمة جدا. طيب نشوف السؤال بعد كده. يقول لي اكمل. اعطيني المجموعة سين فيها واحد وسبعة وتسعة. والمجموعة صاد فيها واحد وسبعة واربعة وخمسة. وعايز ايه? عايز سين اتحاد صاد. يعني ايه سين اتحاد صاد? يعني عايز كل عناصر المجموعتين. يعني انا لو قال لي ظل للاتحاد. قال لي يوجد الاتحاد وظلله. هروح مظلله كل المجموعتين. يا عايز في الاتحاد؟ بروح واخد المجموعتين كلهم. يبقى الا زلل ضايرتين. يبقى هو في الامتحان مثلا. وقال لي ايه? ظلل مجموعة الاتحاد. قال لي ظلل مجموعة ايه الاتحاد? يبقى انا اعمل ايه؟ يبقى انا هزلل ضايرتين كلهم. بالشكل ده. دايما ظللت كده باللون الاصفر. اهو. اروح مجلال له كل الايه الدايرتين. ليه? لانه قال لي اتحاد. في الاتحاد باخد كل العناصر. في الاتحاد بعمل لي يا ولاد? باخد كل العناصر. يبقى السين اتحاد صاد. اروح كاتب كل عناصر السين والصاد. اقول له يساوي. اقول له يساوي. وافتح كوص المجموعة بتاعتي. واكتب كل عناصر السين والصاد. يبقى عندي كام? يبقى عندي كده اربعة وخمسة واحد والسبعة وتسعة. اكتبهم بالترتيب اقول لك الترتيب مش مهم في طريقة السرب. يبقى انا هكتب اهو اربعة. هاخد كده من اليمين. وبعدين الخمسة. الواحد السبعة. التسعة. واقفل كوص المجموعة بتاعتي. يبقى انا كده جبت السين اتحاد الصاد. يبقى ايزا لما يقول لي شكل فيني ده وهاتل الاتحاد. طيب اعمل ايه مستر ايه. اروح مزلل كل المجموعتين. واكتب كل العناصر الموجودة في المجموعتين. لان هو بيقول لي اتحاد. اتحاد يعني جميع العناصر. اللي موجودة في المجموعة الاولى وموجودة في المجموعة التانية. تعالي نشوف التأقس. قال لي بعد كده. عايز يوجد ايه هنا? اه. قال لي اوجد مين? قال لي ايه وجد الاتحاد. طيب تعالوا برضو نعمل ايه? اه. في الاتحاد اظلل كل المجموعتين. بالشكل ده. طب نختار لون اغمق شوية عشان يطلع معينا. اهو. خليني لون ايه? نفس لون الدايرة بتاعت مين? بتاعت السين. يبقى انا هاخد كل ايه? المجموعتين زي ما انا زللت كده? اهو. يبقى كل مين? السين والصاد. وعايز ابقى اكتب ملحوظة هنا بعد ما خلص. هشوف اولادنا يكتبوها قبلية ولا لا? هو عايز ايه? عايز السين اتحاد صاد. يبقى هكتب عناصر مين? هكتب عناصر السين? ولا هكتب عناصر الصاد? ولا هكتبهم كلهم? هكتبهم كلهم. طب ما تيكي تكتبهم معي. يلا نكتب مع بعض. اول عنصر عندي كام? الواحد. والاي? ايه? اولادنا بيكتبوا شطار. الخامسة. وبعدين الستة. انا كده جربت عناصر السين. اتكمل بقى العناصر اللي برة. التلاتة. الاربعة. التمانية. تبقى اكتبها متحت عشان يبقى ايه? يبقى يتكفيني. طيب نمسح ديه ونكتبها تاني تحت. عشان تبقى اكتر. احسن. اهو. تعالى انا نكتب كل عناصر السين والصال. اقول له يساوي. وافتح كوس المجموعة بتاعي. اكتب بقى عناصر السيني الاول. ادي الواحد. وادي الخامسة. فاصلة. الستة. فاصلة. التلاتة. فاصلة. التمانية. فاصلة. الاربعة. يبقى انا كده كتبت كل عناصر السين والصال. اللي هي مين يا مستر? راضوا عليك. اللي هي ده ايه مجموعة الصاد. انا كده كتبت دائرة الصاد كلها. طيب انت ليه مستر بتقول تسوي صاد? لان السين كانت جزئية من صاد. وانا لسه اقيل في الملحوظة اللي فاتت. لما يبقى السين اتحاد صاد. وعندي مجموعة جزئية من المجموعة. يبقى انت بتاخد المجموعة الكبيرة. ومين الكبير? كانت الصاد هي المجموعة الكبيرة. هي اللي محتوية السين. مجموعة صاد? محتوى داخلها سين. يبقى اذا سين اتحاد صاد? يستوي المجموعة الكبيرة اللي هي مين? اللي هي الصاد. اختار الاجابة الصحيحة. اذا كان عندي سين جزئية. اه. لسه المستر ايل. سين جزئية منين? من صاد. والاتحاد يبقى فين? ايوة في المجموعة الكبيرة. اللي هي مين الصاد? لان السين هي اللي جوه الصاد. وعايز اللي الاتحاد. يبقى الاتحاد في المجموعة الكبيرة. لو كان عايز التقاطع كنت قلت سين. طيب السؤال اللي بعد كده. بيقول للمجموعة اذا كان عندي اربعة وسين اتحاد تلاتة وخمسة. بيساوي تلاتة واربعة وخمسة وسابعة. زين قيمة سين. طب ما احنا قلنا المستر علمنا الطريقة يعمل ايه? اقولت لك تعال نكتب مجموعة الاتحاد فوق منها. اهيه. او نعملها هنا هو. فوق المجموعة اللي عندي الحل بتاعها. الاربعة? اهي الاربعة. فاصلة. انا بكتب على ناصر الاتحاد. الاتحاد يبقى السين تكتب. فاصلة. عندي مين? عندي تلاتة. يبقى نازل التلاتة. فاصلة. عندي مين? عندي خمسة. يبقى السين. اتحاد صاد. يبقى مين السين هنا? تعالوا بالقلم الايه? المؤشر. انا عندي هنا كام? عندي هنا اربعة. او هنا اربعة. عندي هنا تلاتة. وعندي هنا تلاتة. عندي هنا خمسة. وعندي هنا خمسة. يبقى مين العنصر الزيادة? السابعة. هنا فيه سين وهنا فيه سابعة. يبقى السين دي تتشار ويكتب مكانها كام? يكتب مكانها سابعة. يبقى السين هنا تطلع بكام? يبقى السين هنا هتطلع بسبعة. السين هتطلع بكام? هتطلع بسبعة. طب بيقول لي التمانية بالنسبة لمجموعة الاتحاد طيب ما احنا نتعلم نجيب مجموعة الاتحاد ايه يا مجموعة الاتحاد هنكتب كل العناصر يبقى الاتنين برافو عليك وبعدين الستة ممتاز وبعد كده الخامسة وبعد كده التسعة اعلقت التمانية بالمجموعة الجديدة دي بالمجموعة اتنين وستة وخمسة وايه وتسعة هو التمانية ده ايه التمانية ده عنصر طيب ما عنصر يبقى عنية على طول بتروح يا إما ينتمي أو لا ينتمي. يا ينتمي يا لا ينتمي. ليه ينتمي أو لا ينتمي؟ لأن ده عنصر. والعنصر بنستخدم معي إما رمز ينتمي ولا ينتمي. طب هي التمانية موجودة هنا؟ تقول لي لا مش موجودة. يبقى نختار ايه؟ يبقى نختار لا ينتمي. نختار لا ينتمي. يقول لي أكمل مستخدما أحد الرموز الآتية جزئية ومش جزئية. السين بواحد واثنين وتلاتة واحد وتلاتة وخمسة. يبقى التلاتة هنا موجودة في الاتحاد ما بينهم ولا لا ايوة موجودة والتلاتة ده عنصر يبقى كتب ينتمي يبقى هنكتب ينتمي لان التلاتة موجودة ابل تانية الصدب اتنين وثلاثة وخمسة اتحاد الواحد والثلاثة والخمسة الاتحاد يعني كل العناصر دي الواحد والثلاثة اه الواحد اهو والثلاثة هي يبقى الواحد والثلاثة موجودين ولا مش موجودين موجودين بس دي مجموعة يا مستر يبقى نستخدم معها جزئية فرافو عليك ايه المجموعة جزئية. طيب اللي بعدها. التلاتة والاربعة والخمسة اتحاد اتنين وتلاتة وخمسة. التسعة. هل هنا في العنص اللي انت قلتها دي في تسعة? تقول لأ. يبقى التسعة ده عنصه. يبقى نستخدم معاه. لا ينتمي. يبقى نعمل علامة ينتمي كده. ونشتوبها. طيب المجموعين اتنين وخمسة وستة. والتحاد تلاتة وخمسة. اتنين وتلاتة. اللي اتنين ايه? والتلاتة ايه? يبقى علاقة الاتنين والتلاتة بالمجموعة عين? ايوة ده موجودة يا مستر. بس دي مجموعة. يبقى نستخدم معاها رمز ايه? جزئية. مش ينتمي. ينتمي ده بتاع العنصر. يبقى نقول له جزئية. طيب السؤال اللي بعد كده? عاطيني المجموعة سين. هي مجموعة عوامل العدد عشرة. من عوامل العشرة? يعني كم في كم بعشرة? هتقول الواحد. برافو عليك. والعشرة. واحد فعشرة بعشرة. ايه كمان يدينا عشرة? الاتنين. ومين? والخمسة. يبقى انا كده جذبت ايه? عوامل العشرة. طيب والصاد. العدد. مجموعة العدد الاولية الاقل من عشرة. من الاعداد الاولية الاقل من عشرة? برافو عليك. الاتنين عدد اولي اقل من عشرة. وعندنا التلاتة عدد اولي اقل من العشرة. والخمسة عدد اولي اقل من العشرة والسبعة عدد اولي اقل من العشرة والعدد الاولي اولادي بيبقى اسمع على نفسه وعلى الواحد فقط. طيب المجموعين يا مجموعة العداد صحيح الاقل من عشرة يبقى انا اكتب الاعداد الاقل من عشرة يبقى انا عندي سفر وكام واحد رابو عليك واثنين وتلاتة واربعة وخمسة وستة وسبعة والتمانية وتسعة يبقى انا كده كتبت كل العناصر الاقل من عشرة عايز سين اتحاد صاد يبقى اكتب كل عناصر السين والصاد اروح فتح قوس المجموعة اغيرلون الالم واكتب كل عناصر السين والصاد اللي هي كام الواحد الواحد فاصلة اتنين خمسة عشرة اه الصاد اتنين كتبتها التلاتة يبقى نكتب التلاتة التلاتة الخمسة كتبناها يبقى فاضل لي مين يا مستر فاضل لي السبعة يبقى انا كده جبت السين اتحاد الصاد طيب العايز صاد اتحاد عين يبقى انا نكتب كل عناصر الايه ايوة الصاد والعين هلاقيهم كام هلاقي السفر وهلاقي الواحد وهلاقي اتنين وهلاقي تلاتة وهكذا لغيت تسعة يبقى انا هكتب كل عناصر لغيت كام لغيت تسعة يبقى انا كده جبت مين جبت صاد اتحاد عين يقول لي اذا كان عندي السين بواحد واثنين وتلاتة وخمسة 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 وستة وصاد مجموعة ارقام العدد يبقى نكتب ارقام عدد الصاد يبقى اول عنصر عندي مين الواحد رابو عليك تاني رقم التلاتة اكرر يا مستر التلاتة مرة تاني يبقى انا خلاص كتبتها يجي دور السبعة وبعدين التمانية مثل بشكل فين يبقى انا هعمل دايرة السين ودايرة الايه الصاد يبقى انا هكتب دي دايرة السين ودي دايرة الايه الصاد من المشترك اكتب المشترك الاول الواحد موجود في السين وفي الصاد التلاتة موجودة في السين والصاد يبقى انا هكتب هنا الواحد وهكتب هنا التلاتة وما تنساش تعمل قدامها حرف الاكس. تعال انا نكمل بقية عناصر السين. يبقى الاتنين. يبقى انا هكتب الاتنين. واكتب الاربعة. واكتب الخمسة. واكتب الستة. يبقى انا كده كتبت عناصر السين. عايز بقى بقية عناصر الصادر الواحد والتلاتة كتبت. يبقى فاضل السبعة. وفاضل التمانية. يبقى انا كده مسلتهم بشكل بين. عايز الاتحاد. يبقى نكتب كل عناصر السين والصاد كل العناصر الموجودة قدامي يبقى انا هكتب الواحد والاثنين والتلاتة والاربعة والخمسة والستة والسبعة والتمانية يبقى انا كده كتبت عناصر الاتحاد يعني بكتب كل العناصر الموجودة في المجموعة السين وايضا موجودة في المجموعة ايه في المجموعة صاد يبقى أنا كده مثلتها وكتبت كل العناصر. عايز صاد اتحاد سين هتنزل نفس المجموعة وبالتالي يبقى ايه? يبقى أنا هنتج انتج عندي ان بتسوي صاد. يبقى صاد اتحاد سين هي هي سين اتحاد صاد. يعني تطلع نفس مجموعة الايه الاتحاد. وكده انا عرفت ان الايه مجموعة الاتحاد بتبقى متساوية. يبقى بتسوي ايضا سين اتحاد صاد. يعني الابدال هنا ايه? ممكن. يبقى صاد اتحاد سين هي هي سين اتحاد مين? اتحاد صاد. يبقى انا اتعرفت النهاردة على ايه? ايه عرفت معنى ايه الاتحاد? ان انا بكتب كل عناصر الموجودة في المجموعة تين. لكن في التقاطع يا ولاد باخد بس المشترك. وعرفتي كمان ان ما بقى المجموعة جزئية من المجموعة بكتب المجموعة الكبيرة في الاتحاد. لما يقول لسين جزئية من صاد وعايز سين اتحاد صاد اقول اللي بتساوي صاد. لان السين ايه لجزئية من صاد? يبقى لاتحاد بيساوي صاد. يبقى لاتحاد ساوي صاد. الى هنا يا ناصر لنهاية حلقاتنا على هذا اليوم. على امل اللقاء بكم في الحلقات القادمة. كان معكم استاذ محمد ناجي. معلم الرياضيات ومدارب النظام الجديد. وسفير التغيير ومدارب الادارة الحديثة بادارة ناصر التعلمية محافظة البنسويه. في امان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.